أهلاً وسهلاً بكم مجدداً أحبة طلاب الصف الثامن في هذا المقطع سوف أوضح لكم المادة التي سوف نتناولها بداية الأسبوع المقرر نتمنى لكم كل الخير خلال الأسبوع في الدرس الأول أحبة الطلبة سوف نتعرف إلى المفعول المطلق لتوكيد هذا الفعل أو مقام الفعل فالمفعول المطلق أحبتي هو اسم نكرة زائد على المعنى يأتي لتأكيد الفعل أو الحدث أو حتى بيان نوعه أو عدده وسمي مطلقاً لأنه لا يقيد بحرف مثل في مع المفعول فيه أو اللام مع المفعول لأجله ولابد أن تتعرف إلى بعض الأمثلة خلال هذا الدرس والتعليمات الخاصة بالمفعول المطلق ولابد أن تعرف عزيزي الطالب أننا في الأسبوع الثامن عشر سوف نتعرف إلى درس المفعول المطلق الذي يكون زائداً وسوف نقوم بحل أسئلة وأنثلة وتدريبات الكتاب حول المفعول المطلق من خلال الأنشطة الصفية والتواصل في العمل الجماعي بعد ذلك سوف نقوم معاً بكتابة تقرير بمراعاة استماعات فن التقرير من الانتباه إلى تضمين النسب والأرقام والإحصائيات والأعداد وغيرها إلى هذا التقرير الذي سوف يتمحور حول التعلم عن بعد سوف يكتب كل طالب إما على صفحة ويرد أو على مدونة إلكترونية تقريراً حول التعلم عن بعد في الحصة الثانية سوف يقرأ مقالاً عبر ملصة أقرأ بالعربية هذا المقال بعنوان موسم كورونا وسيتم تحديد العناصر الخاصة بالمقال عبر خلال القراءة هذا بالإضافة إلى أننا خلال هذا الأسبوع سوف نقوم بتصويب الأخطاء الإملائية الخاصة بالمهمة التكوينية الثانية التي عقدت في الصف حول المقارنة والمقابلة بين فن التقرير وفن المقال حول موضوع الزلازل شكراً للمشاهدة 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 ترجمة نانسي قنقر